اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والحمد لله الاسمينة كانت مناسبة في صوت كصفرات والحمد لله هذا العام كان يقبل وكان يخدم بزفزف هذا العام كان يحسبي حتيش الناس داخلوا على كسم الجهار كسم الطارس وتبقى الجلابة المغربية هزية تقليدية الأكثر شهرة في هذه الأجواء الرمضانية ولا تستغني عنها أي امرأة من مختلف شرائح العمر خاصة خلال أماس هذا الشهر وفي مناسبة الإفطار عند العائلة وأذاء صلاة الترويح بالنسبة رمضان كيكون واحد الإقبال كبير على الجلابة خصوصا النساء الشماليات كي بغيوا جلابة متولة مخدومة والحمد لله هذا مزيان لنا بالنسبة كيكون تشجيع الحرفيين والصناع تقليديين كيخدموا في هذه الشهورة هي فعلا الإقبال على الجلابة من العدد لنا التورات لنا يعني نحن نعقل على والدين صغرين كيقلوا جليل باتن رمضان جليل باتن 26 وكين بيزاف جلابة مشي Really important ليست لنهارا ديال العيد كين جلابة ديال الخدماء كين جلابة ديال العراضة ديال الإسواغي ديال الرمضان جليل باتن 26 جلابة ديال العيد الشباب كدا يريدون جلابة يمشوا بالمدراسة وكانوا حتى تطور ندخل على جلابة البنيتات التي يقرأ في الليسي وخصوم بطريقة سبوغ وخفيفة في المتناول ديالهم بالنسبة للجلابة الزيت التقليدي ديالنا اللي كنفتح روبه بالنسبة للنساء الطنجوية عندهم وحد العادة وعندهم مهم مقدسة بالنسبة للعواشرد رمضان بالخصوص عندهم جلابة شي حاجة اللي هي مسألة ضرورية وكين اللي كيعمل بالنسبة للرمضان جلابة ونلعيد جلابة كين اللي مولوا عندهم بالقفاطن كيوجد عود القفاطن الأعياد حيث كي تجمعوا العائلات وبالنسبة للجلابة كيت تعتبر وحد الزيت تقليدي اللي مؤخرا دخلت عليه لمسات عصرية ولكن كيبقى الرجوع عنه الأصل التقليدي والسائد واللي على مر الزمن في رمضان كيكون لإقبل بزافة للجلالب بحيتاش نسادينا كيحتاجوا يلبسوهم من كي تجمعوا في العائلات مع بعضهم في العشية كيتعشوا مع بعضهم كيبقوا يكونوا لبسين لبس تقليدي وبالنسبة لكيشتاغلوا حتى وما تحتاجوا الجلالب عشنو كيبقى وستيلكم شوية خفيف كتار باش كيقدروا يتحركوا باي يخدموا يلبسوا مع حاجات سبردينات حاجات خفافين كان عملوا لهم الحاجات اللي كيحتاجهم ومن كيبقوا حاجات شوية تقليدية كتار كنعملوا معاوديك سعز وقت دي المعلم طبعا كينا واحد الفرق معلش حلدي يعني دابا كنجبروا صعبات شوية في المواد الأولية نحيي دي الشهار بسفدات كانوا كدخلوا جدادين دابا شي شوية ما كنجبروا شي اللي كنحتاجه كامل ولكن كنحاولوا حين نسيروا دابا مع الوضع الجديد كنتمنى دابا ان شاء الله نكونوا الأفضل نخرجوا من ذلك الشي اللي كاين نخرجوا منه شاء الله الحاجات مزيانة اللي يبغيوهم من الناس